ينتج غاز الأكسوجين من عملية البناء الضوئي التي تقوم بها النباتات الخضراء ويكون الأكسوجين في صورة غازية حيث يتكون كل جزء من الأكسوجين من ذرتين مرتبطتين معا ويعتبر غاز الأكسوجين من أهم غازات الهواء الجوي حيث تستخدمه جميع الكائنات الحية في عملية التنفس وأيضا يستخدم في عملية الاحتراق ويتم تعويض الأكسوجين المستهلك من خلال عملية البناء الضوئي وبذلك تبقى نسبته ثابتة في الهواء الجوي